في عنوين النشرة سفير السعودي للجديد رداً على نهاد المشنوق نرسل أن تكون المملكة شماعة لمن أراد أن يلومها على شيء ربما لم يوفق في إنجازه في بلده جملات على الحرير البقاء في خط الاعتدال حتى لو بقي وحيداً وما يوقع تحت وطئة الانشفاقات والمزايدات التي تريد قد تريد أن تجربوا مجدداً إلى كلام متشنج تجاه حزب الله وعرضاً تجاه الشيعة روني عريجي للجديد أنا برأي أن أحمل انتخابات البلدية في طرابلس أكثر ما تحمل من رسائل ومن مضامين بالصور حادث سحلي ثلاثة قتلى وخمسة جرحة ستين يقتلوا والدته بالسكين وسوري يقتلوا عنصراً في حزب الله في إسقاق البلد برفض أيرة فعل على اللي صار مبارح مجد الرومي للكرسي الفارغ عم يسألوني عليك الناس 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 تداعيات عاصفة المشنوق ومرحلة ما بعد الانتخابات في ترابلس استدعت مواقف هذا المساء من السفير السعودي والنائب وليد جمبلاط الذي قرأ في طالع تمرد أشرف ريفي وأحيان خارجياً المطلوب أن تعود معه ترابلس ساحة سراع ساخنة قد يدفع ثمنها سليمان فرنجي والدخول بمرشح جديد وإذ أعلن جمبلاط أنه يقبل بقرار المصالحة المسيحية قال إنه إذا كان خلاص لبنان بمشال عون فشو المشكل جمبلاط دع الحريري إلى البقاء في خط الاعتدال وعدم الذهاب إلى التشنج مع حزب الله والشيعة حتى ولو لم يبقى بقربه أحد فإذا صرق الحريري إلى الخطاب الطائفي فما الذي يميزه عن المشنوق وريفي وقد رد زعيم المستقبل على تويتر قائلاً إن خط الاعتدال ليس بوقفاً أخذناه بل فعل قبنا به والحسر على من يقاتل في سوريا واليمن والحريري وصلته براءة الجهة السعودية نأت به عن مواقف وزير الداخلية مؤخراً وقال السفير علي عواض العسيري للجديد أن لا علاقة للحريري ولا لأي لبناني ويحب بلده حيالاً مصرحاً به وزير الداخلية ورفض العسيري أن تكون المملكة شماعة لمن لم يوقع أو يوفق بإنجاز شيء في بلدي وأضاف أن الغضب السعودي سوف يستمر لأن ما حدث ليس بسيطاً أولاً دعني يعني يكرر الاستغرابي لمثل هذا التصرف الذي الواقع لا داعي له أنه أنا وصلني تأكيدات أن هذا لا علاقة له لا في دولة الرئيس سعد الحريري ولا في تيار المستقبل ولا في أي لبناني بيحب بلده قبل يحب المملكة لا نرغبه بل نرفض أن تكون المملكة شماعة لمن أراد أن يلومها على شيء ربما لم يوفق في إنجازه في بلده هناك فعل سيغضب المحب للمملكة من لبنان قبل أن يغضب أي سعودي وبالتالي ما صدر في عكاب هي ردة فعل على فعل وأنا واثق أنه يعني الغضب سيستمر لأنه ما حدث ما هو بسيط صراحة في حق المملكة العربية السعودية وفي حق الملك عبد الله الله يرحمه وفي حق من يبذل جهد لمساعدة هذا البلد فبالتالي الاستغراب والموقف الرسمي صدر مني في بيان أما الصحف السعودية فستعبر عن رأيها في شيء لمس بلدها ولمس قياداتها السابقة نائب وليد جملاط علق بدوره على كلام المشنوق فكلامه على انتقاد الحكم القديم قائلا هلأ وقت حاسب الملك عبد الله وراء جملاط أن التكلفة الاقتصادية مع العقوبات تقتضي بوجود رئيس تسوية بأي ثمن دعير الحريري إلى أن يكون زعيم الشارع والاعتدال هو بده ما يوقع تحت وطئة هذه ما يسمى الانشقاقات والمزايدات التي تريد قد تريد أن تجر مجددا إلى كلام متشنج تجاه حزب الله وعرضنا تجاه الشيعة أنا بنصحه شيء حتى لو ما بقي حد منه حدا ماشي الحال يكون قد قال كلمته إلى الأخير بأنني زعيم إسلامي معتدل ولا أريد ولن أتحمل مشروع فتن داخلي في لبنان عم بتقول كلام كتير مهم يعني عم بتقله لسعد الحريري ما ترجع تروح على الخطاب السابق حتى لو بقيت وحدك بس هذا قال له كلفته تفضل الشارع كيف تلقف مبارحة بترابلوس مش دايما واحد بده يمشي بيحس الشارع بده واحد يعارض الشارع أنا مشيت عرضت الشارع درزي لما نعمل تسوي بعد سبع أيار عرضت وبقيت المعارضة سنين سنين ثم أثبتت أنه عندي شوية مصدقية والشارع درزي وحتى غير الشارع درزي مشي برفض الفتنة يعني أنت بتعتقد أنه إذا بيرجع سعد الحريري على الخطاب السياسي السابق ضد حزب الله للآخر يتخلى عن خيار سليمان الفرنجية وا 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 في محاولة لإعارة الشارع على قلو رح بتكلفه شو ساعتها شو الفرق بينه بينه هاد مشنوق وأشتفري في ماشي يا زعيم على الكل وزعيم على ضد إرارة الشارع من أجل من أجل من أجل الشارع من أجل الشارع أو ساعتها مصف في أداة كالآخرين وعن قانون الانتخاب قال جنبلاط إنه من المعيب العودة ستين أو سبعين سنة إلى الوراء مشو حكومة رئيس مياتي اللي حكي عنه الرئيس برر إنه خلنا نرجع على الطولة بتمشي فيه؟ مش مذكر ناسي 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 صراح لماذا؟ بيكون معيبة ليه؟ بيكون معيبة عم نرجع ستين سبعين سنة إلى الوراء بيكون معيبة وكأنه عم بتقول للمجتمع المدني شو بدي بالطبقة السياسية نفسها أو ولدت حالة أو استنسخت حالة استنسخت حالة بأشكال مختلفة إلا بعض الناس بعضهم بنفس العائلات إذا حد صح التعبير بس عم نكون عم نقول للشباب اللبناني أنتم ما يكون دور أي عمليا؟ عيبة شي طب إذا أنت عجزت عن هذا الموضوع شو بتعمله؟ يعني ساعتها بنا نتلقى ضربات أقسى نوعية بأي انتخابات ساعتها نستبدل الباقي بانتخابات حتى بالستين وزير الثقافة روني عريجي رد على كلام النائب وليد جمبلات فيما يتعلق بسقوط ورقة فرنجي رابط وليد باك جمبلات موضوع بداية ما أسماه بداية سقوط مبادرة الرئيس الحريري تجاه الوزير الإسلامية فرنجي أنا برأيي عم بحمل انتخابات البلدية بطرابلوس أكتر ما بتحمل من رسائل ومن مضامين السئلة الموجودة بين الوزير الفرنجي والرئيس بشار الأسد هي كبيرة ومتينة جدا وما بتصور أنه الوصف اللي نعطى هو صحيح بالنسبة للي قاله الوزير مشنوق أنا ما عندي علم بي نحن بالقليلة من وجهة نظرنا السياسية ما عنا علم بهذا السيناريو يعني الخارجي البريطاني أين ما هناك وعاكل حال أنا بكل المسار اللي كنت منطلع عليه ما كان عندي خبر بهذا السيناريو وعاكل حال تم اتخاذ مواقف منه من قبل السفارة البريطانية وقبل السفارة السعودية من يومين ثلاثة الوزير أشرف ريفي يقول بمؤتمر صحفي أنه بناء على معطيات ومعلومات وتحليلات لديه يقول سليمان فرنجي لن يصل إلى الرئاسة يعني ما بتصور أنه المرتب السياسي طبعا اللي واء أشرف ريفي بتسمح له أنه يكون عنده كلمة سر لهيك مواضيع على هذا رأيه يمكن هذا رغبته ثلاثة قتلى وخمسة جرحة إفرع حادث مروع في زحلي مسلسل الموت على طرقات لبنان مستمغ حاصدا الضحية تلو الأخرى ففي حادث مأساوي قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون على أوتوسترات زحلي شتورة مقابل مركز الضمان وفي التفاصيل أن سيارة من نوع مارسيدس اشتاحت ثلاثة سيارات على المقلب الثاني من جراء سرعتها الزائدة وقد هرعت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى مكان الحادث حيث استبغت الأرض بدماء الضحايا واستعان المنقذون بمعدات هيدروليكية لقص سيارة غابيد وسحب سائقها وهو في حال خطرة أما السيارة الثانية فكانت تقودها عائشة أحمد يوسف وإلى جانبها ابنها البالغ ثمانية أشهر وقد توفي على الفور ونقلت جثتاهما إلى مستشفى تلشيحة والسيارة الثالثة كانت تقودها امرأة ومعها ثلاثة أطفال وقد أصيبوا جميعا إصابات خطرة ونقلوا إلى مستشفى الياس لهراوي الحكومي والقتيل الثالث هو سائق السيارة الغابعة اللبناني هادي محمد نصيف من موليد عام 95 كما أدى الحادث إلى إصابة أحد المارة بعدما اصطدمت أحد السيارات به وقد حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث وبوشرت التحريقات نهاية أسبوع دموية بدأت بجريمة إزقاء البلاط وقد لا تكون نهايتها جريمة على النهر أن يقتل سوري لبنانيا في منطقة إزقاق البلاط خبر كفيل بإشعال الرأي العام إلا أن التهدئة جاءت من والد الشاب حسين طه الذي نفى أن يكون الدافع وراء الإشكال سياسيا أو له علاقة بقتاله في سوريا من ضمن صفوف حزب الله مؤكدا أن الإشكال فردي بدأ بتلاسن على خلفية شتائم أطلقها القاتل وما لبث أن تطور إلى تدافع فرقه أهل المنطقة ليعود الجاني محمد غربال مستلا سكينا ويوجه الطعنات إلى جسد حسين ابني ينتمي لخط جهاده ما منخفي بالعكس نحنا منفاخر ومنتشرف فيه بس المشكلة اللي صار معهم بارح ما له أي علاقة بهذا الموضوع أبدا المشكلة جدا فردة صار مع شبان واحد منهم هو ابني قد المشكل لأنه ابني توفى عم نعطى أبعاد أنا ما بيقبلها ولا ابني حتى الله يرحمه بيقبلها أنا والده لحسين طاها برفض أي رتفعل على اللي صار مبارح ابني صار عند أرحم الراحمين وهذاك بالسجن وفي قضاء بيأخذ طريقه لم تنقض نهاية الأسبوع على فاجعة مقتل طاها فقد أدى إشكال في علي النهر البقاعية بين أشخاص من آل البرجي إلى مقتل علي سيف الدين البرجي وابنه جيفارة برصاصات أطلقها حسين البرجي على خلفية توزيع مساعدات ويعاشات خي طالع على النهر بيلتقي بحسين وأخواته اثنين عم يوزعوا يا عشات مبعوطين من أهل جنوب لبيت القرجي بي علي النهر بيقل له لا شو عم توزعوا يا عمي مين عائز بيقل له ست بوزك ويلا قلع من هاني بيقل له لا أنا بدي ست بوزك بيقل له أنت ست بوزك بيقل له لا شو فيه بيني وبينك بيقل له ما في شي يلا نقلع من هاني بيهجم خي علي لا معه اسطيح ولا معه شي بيمسك الفرد حسين وخيه وخيه بيطرقوه لا تنصصات براسه بيقل له بيقوصه من خيه هذا الاستسال في اللجوء إلى السلاح والقتل قد يكون مرده إلى أسباب عدة من الأوضاع الاقتصادية إلى الحروب التي تشهدها المنطقة عنا على سعيد الاجتماعي شيء له علاقة بالأوضاع الاقتصادية الحرمين الفقر اللي عم يتعرضون الأشخاص الخوف الألأ كيف يطعموا أولادهم العصبية الشديدة في عنا كمان عصبية شديدة تنتج عن هيدا الماضي اللي نحنا عشناه اللي هو ماضي كله حروب وعن أوضاع اقتصادية العلاقة بالحرمين حروب اللي عم بتصير بالدول المجاورة والمشاهدات على وسائل الإعلام اللي كل العالم عم بتشوفها مشاهد الدمار مشاهد العنف مشاهد الجتات اللي عم بتكون موجودة يكون المشاهد فيها يمكن عم بيستسهل هيدا وسائل الجرام الاترابات النفسية هي كتير بتأثر على الجريمة وبيستير الزيتية طبع الأشخاص من المجرمين عندنا كتير اترابات انفعالية واترابات نفسية بتأدي لسهولة بالجريمة الأسباب النفسية كان لها الدور الأبرز في جريمة ثالثة وقعت في الحازمي حيث أقدم إبراهيم الراسي البالغ 64 عاما والمراجح أنه مصاب بأمراض نفسية حادة على قتل والدته طعنا بالسكاكين حالة حرجة في بريتال نتيجة الرصاص الطائش وكشافة المهدي تسجل اعتصاما الرصاص الطائش وصل إلى بلدة بريتال البقاعية إذ أصيب السوري يوسف أحمد الأسود برصاصة في رأسه أطلقت ابتهاج في أحد الأعراس وفيما الأسود يصارع الموت في المستشفى اعتصمت جمعية وكشافة الإمام المهدي على مرجة رأس العين في بعلبك وقفة طفولية بريئة تنادي بضبط السلاح المتفلت ومنع الرصاص الطائش نحن جايين نقف هان عشر في ناس عم بيموتوا من الرصاص الطائش كثير من الناس بينبسطوا وبيفرحوا من شي حلو صار معهم وبتكبر الفرحة بتصير تزيد شوي شوي وبصير لازم نفرج العالم كله قداش نحن مبسوطين بساعتها بدنا نقوس ونطلع الرصاص وبعد شوي منسمع صوت الإصعاف ايه ما تستغربوا صوت الإصعاف لأنه هيد الفرحة زراعة الغصة بمطرح تاني خطفة روح بريئة يمكن تكون قوس الطفل صغير ما فهم بعد معنى الحياة يمكن تكون انت او ابنك او حدا غالي عليك ضحية بكرة لاش ما منوقف سيل الدم والضحايا والشغل بيدنا الشغل بده شوية تروء شوية تعقل شوية انسانية شوية رحمة كفاكم ترويعا كفاكم تخويفا كفاكم تسببا بأمراض وحالات نفسية والأهم كفاكم اهدار الدماء وخاصة دماءنا نحن الأطفال الذين لا نعرف سوى الحب والمرح والفرح صغارنا تعلموا الدرسة وحفيظوه فهل يفهم الكبار؟ تحطيم مكتب سعد الحريري في الرياض من قبل موظفي شركته سعودي اوجي الذين اعتصموا اربع ساعات للمطالبة بدفع رواتبهم المتراكمة منذ ثمانية اشهر للمرة الثانية خلال اسبوع واحد قام موظف شركة سعودي اوجي في السعودية بالاعتصام في وجه الشركة المملوكة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري غيران هذا الاعتصام حصل في مركز الشركة الاساس في الرياض حيث مكتب الحريري هذه المرة اما خلفية التحرك فهو عدم دفع رواتبهم للشهر الثامن على التوالي مرددين ان سبب التصعيد هو بدء شهر رمضان من دون ان يتلقوا اي جزء من رواتبهم المستحقة المتضايرون الذين قدروا بالمئات وتحت اعين القوى الامنية السعودية اقتحموا مبنى سعودي اوجي وتوجهوا الى مكتب سعد الحريري وقاموا بتحطيمه اضافة الى مكاتب اخرى من دون ان تنتهي اعمال الشغب الا بتدخل من رجال الشرطة ايجا رمضان وما في رواتب نهائيا الناس اتدمرت على الاخر مدرس شركة الاربانين ما حدا من يسمع ولا حدا عم يرد على المواصبين نهائيا عم نتصل بفريد شاكر ما بيرد نهائيا ان كان نحن ولا ان كان اه حدا من السلطات السعودية عم يتصل فيه بس معهم يرد هربان اه صحبه مدير اه منطة اه على قصم الشرطة كرمال انه يحققوا معه كرمال ظلم الناس اللي عم يكون موجود بين المواصبين اه ما يعني مدير عام الشركة مرض نهائيا اه اه كان ساعة ست الصبح نصحوب من الشرطة ولا حدا عم يرد عليه نهائيا انا بطلب انه ما حدا يهني بشهر رمضان من العائل المالكة للشركة لانه اه صراحة خربوا بيوتها على مكتيرين وعلى خلفية تطور الاشكالات وصل خبر للعاملين المعتصمين من قبل الحريري يؤكد لهم انه في الايام القليلة المقبلة سيؤمن لهم مبلغا من مستحقاتهم من دون معرفة تفاصيل اضافية حول قيمة المبلغ وكيفية صرفه دمنا بجمعنا حملة تبرع عامة في وسط بيروت تقرير ليال سعد تدج اسواق بيروت اليوم بالاغاني والاناشيد فوسط اجواء من الفرح وبمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم اقام الصليب الاحمر اللبناني حملة تبرعا بالدم تحت شعار دمنا بيجمعنا لتشجيع اللبنانيين على العطاء وتأكيدا على اهمية المساعدة بشتى اشكالها والتي لا تقتصر على المال بل تبلغ ذروتها بالتبرع بدمائنا لانقاذ حياة مريض هذه اللفتة حثت عددا من الناس على التبرع منهم من خاض هذه التجربة للمرة الأولى فيما تسلم البعض الآخر شهادة المتبرع الدائم انا متبرع بالدم الي حوالي 25 سنة وهبت الدم هبت الحياة والتبرع بالدم هو صدقة عند المحتاج صدقة غالية عند المحتاج وهي بسيطة عند المتبرع 300 وحدة دم هو العدد المرجوع الوصول إليه ولذلك لاقت هذه الحملة دعما وتشجيعا عبر مشاركة وجوه معروفة وأخرى فنية أهم شيء من أهم العطاءات التبرع بالدم فأنا كتير سعيدة بمشاركتي بهالحملة هايزة لحا تبرع أكيد المتبرعون تنوعوا بين رجال وإناث إلى لبنانيين وأجانب والله عم ساعد كل شخص محتاج لأنه هو بده دم وأنا جاي ضيف على بيروت وعالونا أنه فيه تبرع بالدم وفتنا تبرعنا بالدم تجاه الصليب الأحمر يعني أقل شيء لازم نحن نتبرع بالدم كرمان المحتاجين والناس اللي عايز يدام وأقل واجب تجاه الصليب الأحمر اللبناني أنه نحن نقدم له الدمنا أقل واجب تجاه الصليب الأحمر اللبناني أنه نحن نقدم له الدمنا 2% فقط من الفئة الشابة كفيلة لسد حاجة المرضى للدم إذا تبرعوا مرة في السنة لايال سعد قناة الجديد فضيحة نفايات طبية في مكب عشوائي على أطراف بلدة شقر الجنوبية فتح بعلم البلدية التي كانت متقاعصة تحقيقنا من جزئين للزميل هادي الأمين هذه النفايات المكدسة هي في عقار خاص في بلدة شقر الجنوبية يجري استعماله منذ سنوات مكب عشوائيا من دون حسيب ولا رقيب المشهد بأكد مدى تواطئ بلدية شقرها مع اتحاد البلديات بهذا المستوى من الممارسات بأنه فرد على حساب وبينقل نفايات من عظم كرة منطق بنت جبال البلدية عم تهمل هذا الموضوع ما بعرف شو الأسباب اللي وراء هذا يعني اتحاد البلديات مفترض أنه يؤمن لمنطقة بنت جبال مكب صحة الفضيحة الأكبر عدا وجود هذا الكم الهائل من النفايات هي احتواؤها على نفايات طبية والمسؤولية تقى على شقيق شرطي البلدية المدعو سم نصار الذي استعمل عقارا للمختار السابق حسن سلمان أستاذ القصة مشي خمس سنين اجهد اسمه ويسام ويسام عفيف نصار قال لي بديهاك مصرحة صغيرة بس اعرف فيها الألمينيوم لحال الحديد لحال التنك فيه تهديد للسلام العامة وبنفس الوقت أنه هذه النفايات بتضم فضلات مستشفيات يعني فيه سرينكات في أدوية في غلب أدوية بعد الحبوب بقلبها البيئة ملوثة وهذا الإنسان صار محكي أكتر من مرة مطلوب أنه البلدية يتعالج هذا الموضوع لكن ما في علاج شو كان رد عن البلدية؟ قال إن شاء الله خير لكن قبل منها صار في حكي بهذا الموضوع لكن لا حياتها لمن تنادي قبل أخذ موقف البلدية السابقة والحالية إضافة لرأي صاحب العقار لابد من التطرق إلى وجود معمل للفرز في البلدة كان قد افتتح وجل تشغيله قبل أكثر من عشر سنوات إلا أنه تحول إلى مكب عشوائي تحرق فيه النفايات كان عم تشتغل هذا المعمل بالفرز وبتدوير النفايات لحد سماد وطرب إلى ما هنالك وكان فيه مردود يعني بإنتاجيته لصندوق البلدية قبل ما يجي هذا التحالف كان فيه صراع بين حركة أمل وبين حزب الله فلما نستلم حزب الله فعلا همل المعمل مرت على البلدية ولايتان والمعمل على حاله من دون محاولة لإعادة تشغيله كما وجرى افتتاح هذا المكب العشوائي في عهد البلدية السابقة غدا ما رد رئيس البلدية السابق وما تعليق المختار حسن سلمان صاحب العقار هناك تبين أنه لا فيه نفايات لعم تنكب كبيرة جمهور كرة القدم حسم الموقف نهائيا والنجمة حسم موقع كأس لبنان مع العهد محرزان اللقب السادس في تاريخ المصابقة خالد التكجي بابتسامي هي فيها كل الثقاب اعتقد خالد التكجي بيتعدم خالد بيصدد خالد التكجي بوضع قالت كرة القدم كلمتها اليوم أنا الأولى شاء من شاء وتوهم من توهم فهذا هو واقع الحال في لبنان كما في كل أنحاء العالم في ملعب برج حمود البلدي احتشد نحو عشرة ألاف متفرج لمتابعة نهاء كأس لبنان مشجعين للنجمة بلونها النبيذي أو هاتفين للعهد بلونه الأصفر هي كرة القدم مع شوقة الجماهير وحبهم الأول موسم رائع صار بعد الإشكال ماشي الحال نطلب القوى الأمن نزل بعض عناصر لحتالة نقدر نتفادى هالمشكلة اللي ممكن يصير نحن مستمرين مدعم الفوتبول الفوتبول أحسن لحكون أحسن من سنة لسنة هيدا هي اللعبة الأولى بلبنان هيدا هي اللعبة الجماهرية الأولى بلبنان مش شي تاني هيدا هي اللعبة أكيد لح يعطي دفع ألف مبروك للنجمة وجدنا كان خيري عليهم هيدا الموسم قمة بكل المقاييس بين فريقين بات لقاؤهما مثار نقاش وجدل وحماس منقطع نظير وكلاهما خرج من دور ألف خالية الوفاد لمصلحة الصفاء فكان كأس لبنان بمثابة التعويض الأخير ولكن قبل الخوض في النتيجة سجلت القوى الأمنية مرة أخرى خللا في التعاطي مع إدارة المباريات الغياضية إذ أن إقفال المنافذ أمام الجمهور سواء كان فرحا أو غاضبا هو الأولى من ضربه وإهانته بعد دخوله إلى أرض الميدان المهم في هذه الحالة هو غد على سؤال مركزي كيف دخل كل هذا الجمهور إلى الملعب وهل من واجب أحمد تكتوك وأحمد زريق ضبط الأمن وتهدئة المشجعين وأين كان الأمن في هذا الوقت ولماذا استفاق متأخرا فنيا تبادل النجمة والعهد أدوار اللقاء المثير الذي حفل بكل شيء من الفرس والفنون الفردية والجماعية وانتهب في وقته الأصلي بالتعادل ثم لجوء طاقم الحكام القبرصي إلى وقت إضافي شهد إثارة أكبر مع طرد لاعب العهد ممدود رامي للمزيد من الحماس وصلت المباراة إلى نهايتها السلبية فكان اللجوء إلى ركلات الترجيح حتمياً ليهدر حسين حيدر الركلة ما قبل الأخيرة للعهد ويسجل خالد تكجي كرة الختام متوجاً النجمة بطلاً لكأس لبنان للمرة السادسة بعد الأعلان حل دولي لعرب صليم أهلا بكم من جديد حشود غفيرة على شاطئ الرمل البيضاء الملاذ الأخير للفقراء رغم تلوث مياه على شاطئ الرملة البيضاء البحر أمامك وفخامة الأبراج والمال خلفك والفقير ذو الدخل المحدود عالق ما بينهما لا بل يسبح في مياه مجاريرهم التي تلتف عليه من كل حدب وصوب البحر للأسف هو تاريخياً معروف أنه في حطين مشهورين عليه واحد لما قيلت الشمال واحد لما قيلت الجنوب فهو فعلياً كبحر هو بحر ملوث يعني يمكن بفترة ضئيلة بيكون فيها الهوى شرقي بياخد البحر لبره بيصير مقبول ينسبح فيه بس هو فعلياً مش صحي ملوث بهذه الفترة شو؟ بهذه الفترة بيكون ملوث أكتر شيء لأنه الهوى غربي بيجيب وما عملوا محطات تكرير ولا بمرة بيفكروا فيها لأنه هذا الموضوع مش موضوع مطروح لا على صعيد سياسي ولا على صعيد بلدي ولا على صعيد إنمائي كما يقولون هنا البحر والشمس والهواء ملك عام وإلى هنا من كل الضواحي الفقيرة يأتون مجاناً يسبحون مجاناً يلعبون على الرمال الحارة ومجاناً يستمتعون مع عائلاتهم بشمس حزيران أطفال يفترشون الشاطئ ويخوط على مرءاً منهم تذكرهم بهوة الاختلاف الطبقي ومع كل ذلك تبقى سيبانة رمضان على الرمل البيضاء لها طعمها الخاص وأجواؤها المميزة شاطئ الرمل البيضاء أول وصخ شوي أما من بعده لا جو ولا نضيف أكيد هون ما منحس بالاختلاف بتحس كل الشعب مع بعض يعني مرسطين وما بتحس فرق يعني شاطئ شعبي هو الوحيد لبيروت المنفس لأهل بيروت يعني هذا الشاطئ هو المنفس الوحيد صالة للطبقة الشعبية أنه تيجي على البحر وهيك تنبسط حبيتها كتير رمل البيضاء أنا يعني حلوة وكتير مسلية شو حبيت أكتر شي هون بأجوار البحر البحر بس حبيت القعدة كتير على رمال شاطئ الرمل البيضاء لا مكان إلا للفرح في هذه البقعة التي تكاد تكون المتنفس المجاني الأخير لأهالي بيروت ترى الكبير والصغير يصرخ في وجه من يغير معالم بيروت اتركوا لنا شاطئنا وحافظوا على هذا المسبح الشعبي حاضن الفقراء رواند أبو خزام قناة الجديد نحو استعادة الشرعية عنوان مؤتمر بدنا الحاسب والرئيس حسين الحسين يدعو إلى مقاومة مدنية المقاومة المدنية هي الأسلوب لبلوغ التغيير مختصر كلمة الرئيس حسين الحسين في مؤتمر بدنا الحاسب الذي حمل عنوان نحو استعادة الشرعية الحسين فند ثغرات الحراك الشعبي لكنه أكد أهميته في تحريك ركود أحدثته الأحزاب في بنية الشعب ودع إلى تأطيره وتحديد أهدافه الهدف كما أراه وأظن أنه هدف مشترك هو ظهور الشعب ولهذا الشعب أن يقرر لا سبيل إلى ذلك الظهور إلا من خلال المقاومة المدنية من جهة أولى ومن خلال التمثيل السياسي من جهة ثانية نتيجة من نتائج هذه المقاومة وهل من سبيل آخر في غير القرار الشعبي؟ قرار الهيئات الناخبة بمباذرة ذاتية تنهي تسريحها الذي تم بالتمديد تلوى التمديد مباذرة ذاتية تستبق ما يحضر لها الآن من تشويه قرارها من خلال قانون يسلم به تسليما أو يفرض عليها فرضا وقهرا الحراك البلدي حضر كذلك في كلمة الحملة هذا الحراك كله هو المقدمة الأولى للتغيير الجدري الذي لن يتحقق إلا بإقرار قانون انتخاب جديد قائم على النسبية والمواطنة التامة بعيدا عن إرادة التكتلات الطائفية والمذهبية والعائلية والإقطاع المتوارث والمستجد مؤتمر بدنا نحاسب خطوة ضغط باتجاه الانتخابات النيابية وهي خطوة مستمدة من تجربة الانتخابات البلدية التي كان للباحث محمد شمس الدين قراءة في أرقامها كما كانت شهادات لعدد من من ترشحوا أو فازوا وخرقوا في البلدية تلاها أخرى لعدد من الإعلاميين حول مدى تأثير الحراك الشعبي على مزاج المواطنين في الانتخابات البلدية حزب الكتائب ينتخب أنتوني لبكي رئيسا لمصلحة الطلاب وممارسات ديمقراطية جديدة تعتمد في لبنان هكذا تبدو المناظرة الأمريكية بين كل من كلينتون وساندريس على الرغم من ترشحهما عن الحزب نفسه إلا أن مشاريعهما وتطلعاتهما مختلفة والمعركة محتدمة أما المناظرة الكتائبية فلها طعم آخر مشاريع متشابهة تطلعات متطابقة ومعركة هادئة طبعت المناظرة التي أتت تمهيدا لانتخابات رئيس مصلحة طلاب الكتائب وجرت في مركز الحزب في الصيفة مناظرة من دون شك تطفي جمالية على الساحة اللبنانية لجهة الممارسات الديمقراطية عم نعمل العملية الديمقراطية مثل ما نكون شايفين والنسبة الاكتراع عم تكون كتير عالية لأنه الشباب اليوم المرشحين الأساسيين ترشحوا على أساس مشروع وليس الشعار وكل شاب من الشباب قدم مشروعه من خلال المناظرة عملناها بمصلحة الطلاب إلا أن سؤالا أساسيا يطرح خلفيات هذه المناظرة وخصوصا عن سبب غياب مثيل لها في انتخابات رئاسة الحزب لتحضر على المستوى الأكاديمي فهل الهدف منها تعزيز الديمقراطية أم أنها مادة ترويجية يستخدمها حزب الشيب لتدعيم صورة شبابية يجهد لتسويقها لايال سعد قناة الجديد في عرب صليم الانتخابات البلدية لم تنتهي والخاسرون أولى بالمعروف على الرغم من انتهاء الانتخابات البلدية في المحافظات اللبنانية كافة وإعلان نتائج الفائزين في الصباق البلدي وعلى الرغم من إعلان السيد حسن مصر الله انتهاءها وتقبل نتائجها وتجاوزها إلا أن ثم تاما يرفض الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في بلدة عرب صليم الجنوبية شكل كل من حزب الله وحركة أمل لائحة موحدة على غرار البلدات الأخرى لكن رياح الاقتراع جرت بما لا تشتهي حركة أمل في البلدة إذ سقط أربعة مرشحين من أصل ثمانية من بينهم رئيس البلدية السابق محمود حسن فيما فاز جميع مرشحي الحزب السبعة وأربعة مستقلين النتيجة المفاجئة دفعت بالخاسرين إلى المطالبة بإلغاء الانتخابات والضغط على الفائزين بالاستقالة والحجة ليست حصول تزوير أو تجاوزات بل فقط لأن أهالي البلدة لم يلتزموا بما أسقط عليهم اللي صار عندنا هو المعروف بأنه فيه اتفاق بين الكويتين السياسيتين الأساسيات اللي هنه حركة أمل وحزب الله وفيه اتفاقية على أنه كيف بتكون التركيبة المجلس البلدي بالنسبة لعدد الأعضاء وتوازن الكوى السنة أو هالاستحاق صار عندنا وعطى النتائج اللي عطاها واللي كانت مقبولة لطرف ومش مقبولة لطرف لأسباب متعددة يتهم الخاسرون مؤيدي الحزب في البلدة بنكث الاتفاق فيما بينهم والعمل على إسقاط محازبي الحركة اتهام يلغي فكرة وجود مجتمع مدني في البلدة مجتمع يرى في الانتخابات معركة إنمائية غير سياسية بعيدا عن الاتفاقات الحزبية طبعا منما كان راضي ولا مش راضي نحن كمجتمع مدني بنرفض يعني مش عزوقن هن الاثنين الاثنيناتن مش عزوقن أنه هن ساعة البدن بيبعثونا وساعة البدن بيقولونا لأ وقفوا نحن عم نسمع مثل ما عم تقولو أنه بدون يصر مصادرة إذا صار في لأحة بالتسكية فكتر ناس مش شوي كتر ناس بدأتنزل مستقلة وتضرب التسكية لأنه مش عزوقن إذا صار في لأحة إذا صار في انتخابات ماريدو عنا أنه ساعة البدن نروحه وساعة البدن نرجعه هي المسألة مسألة مبدأ بأنه أنا خطرت لازم تحترم خياري انتهت الانتخابات البلدية في لبنان ولم تنتهي في عرب صليم وعلمت الجديد أن اجتماعات انتعقد على أعلى المستويات بين الطرفين للتوصل إلى حل حل سيكشف ما إذا كانت الانتخابات في البلدة طقص فلتوري بعيدا عن رغبة الأهالي وقرارهم أدم شمس الدين قناة الجديد غدا الأثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك كما أعلنت دار الفتوى في لبنان وكذلك المملكة العربية السعودية فيما أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الأثنين هو اليوم المتامن بشهر شعبان وثلاثاء هو أول أيام رمضان وفي كلمة له لمناسبة شهر الصوم رأى الشيخ عبداللطيف داريان أن الوطن في خطر بسبب غياب رئيس للجمهورية وتعطل المؤسسات الدستورية مناشدا المجتمع الدولي وضع حد لمآسي الشعبين السوري والعراقي ليس النظام اللبناني كاملا ولا سائر الأنظمة السياسية في العالم لكنه النظام الذي يحقق مصالح السواد الأعظم من المواطنين وينبغي التمسك به وإصلاحه إن تطلب الأمر ذلك أما التخلي عنه أو تعطيله كما يحصل الآن فأمر لا يمكن أن يسير فيه لبناني يحب وطنه لا بل الأولوية المطلقة انتخاب رئيس للجمهورية ونحن ما زلنا على موقفنا بأن إنجاز الانتخاب الرئاسي هو أمر مهم جدا للبنان واللبنانيين ولا يمكن أن نخرج من أزماتنا المتلاحقة إلا بإنجاز انتخاب رئيس لهذه الجمهورية تلبية لدعوة النائب إيميل على شرف السفير الضيب في رأس بعلبك حيث ألقى كلمة أكد فيها أننا في هذه المنطقة من لبنان نقدم نقيداً للمجتمعات الأحادية لغنى التنوع الذي يطبع هويتها ولا مفر أمامنا من صوق فعل التجذر حضوراً دائماً على هذه الأرض لقاء في مجد السلم حول تلوث مياه الليطاني بالرمول استكمالاً لقضية تلوث مياه نهر الليطاني بالرمول والذي يعرقل عملية ضخ المياه إلى مشروع مياه الطيبة الذي يروي 52 بلدة في قضاء مرجعيون وبنت جبيل عقد اتحاد بلديات جبل عامل لقاء في بلدة مجد السلم قضاء مرجعيون بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الممدد علي فيض وبحضور رؤساء بلديات من اتحادي بلديات جبل عامل وبنت جبيل المشكلة لا تزال مستمرة حتى خلال الفترة الحالية تفاقمت عما هو معهود أنا التقايت النائب العام البيئي أبدأ كل استعداد للتحرك لكن بدوره يريد أن يعرف المشكلة أين وبرأي اتحاد بلديات جبل عامل بكرة صباحاً هذا الاقتراح ببعزة بتوفر ألالي بعد مذكرة أنا بوقع رؤسة البلديات المتضررة بيوقعها وترسل إلى مياب العامل بيئي نسخة وترسل نسخة إلى قيادة الدرك في المنطقة ودع المجتمعون الدولة التي تمنح التراخيص لأصحاب المرامل والكسرات ومغاسل الرمول أن تتحمل مسؤوليتها إزاء هذا الموضوع الجيش السوري اجتاز الحدود الإدارية لمحافظة الرقة استقبلت يمين 20 يصير 042 على الطويل هل هذا صحيح؟ للمرة الأولى منذ نحو عامين وصل الجيش السوري إلى تخوم محافظة الرقة وهي من أبرز معاقل تنظيم لاعش في إطار هجوم يشنه بغطاء نجوي روسي وأصبح بحسب مصادر عسكرية على بعد 40 كيلومتراً من مطار الطبق الذي يسيطر عليه التنظيم لغاية الآن وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام بالتعاون مع مقاتلين موالين دربتهم موسكو يعرفون باسم قوات سقور الصحراء وبغطاء جوي روسي تمكنوا من دخول الحدود الإدارية للمحافظة في محاولة للتقدم إلى طريق الرقة حلب وبحيرة سد الفرات في الطبقة فيما نقلت وكالة سانا عن نظر عسكري قوله إن وحدات من الجيش استعادت عدد من القرى والتلال المحيطة بها في ريف الرق الغربي البيان الختامي لمؤتمر باريس يصدر قراراتنا بلا آلية تطبيق جاء البيان الختامي للمؤتمر الدولي الذي عقد في باريس لإحياء محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خالياً من آليات التطبيق والجداول الزمنية معرضه الانتقاد فلسطيني رسمي حاد وحمل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالك دولاً لم يسمها مسؤولية ذلك فيما طالبت عضو اللجنة التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن تستند المبادر الفرنسية في مضمونها إلى مرجعية قانونية واضحة وكان البيان الختامي للمؤتمر قال إن كل الدول المشاركة أكدت مجدداً الحاجة إلى حل من خلال التفاوض لإقامة دولتين ولفت إلى أن المفاوضات المباشرة بين الجانبين يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي القائمة وكانت 28 دولة قد اجتمعت في باريس برعاية الأمم المتحدة وحضور أربع دول عربية بهدف تحريك محادثات السلام لكن الدول الممثلة في هذا الاجتماع ممثلة أيضاً في مجلس الأمن غير أنها لم تلجأ إلى استصدار أي قرار دولي يلزم إسرائيل بتطبيق قرارات أممية أما الدول العربية الأربع المصنفة نفاب الاعتدال فأن اعتدالها لم يأتي إلا على حساب الفلسطينيين وبهذه النتيجة فأن مؤتمر باريس ليس سوى ورقة ضغط جديدة على الرئيس محمود عباس ومساعيه لإعلان الدولة الفلسطينية بعد الآلان نص يوم عكل الشهر أهلاً بكم من جديد أما الآن فننتقل إلى فن الخبر مع الزميل شاتي خليفة كرسي رئيس الجمهورية موجود ولكن طبعاً فارغ بحفل السيدة ماجد الرومي اللي أحيطه أمس السبت بحرم جامعة بيروت العربية بالدبية والرسالة طبعاً واضحة بشأن الشغور الرئاسي المستمر الحفل عاد ريعه لدعم صندوق مناح الطلاب وحضره سياسيين وديبلوماسيين أبرزون الرئيس فؤاد السنيورة أمد عيني صور إنه هالعالم إلا وإنه يدي أنه الليل المجنور مغازلنا صور سهماً بقلب من منها القلب هيجن هيجن وهيجن هالكرسي يلي عم نشوفها يلي عم توصلة من خلال الرسالة شو بتقولها من خلالها؟ بنقول إنه هال موضوع بالبال موضوع الرئاسي اللبناني موضوع بالبال ومش طويينه نحنا إنه بضميرنا وبقلوبنا وبصلاتنا العميئة والحفلة اليوم هي بصرح ثقافي كبير وإن شاء الله يا ربي إنه هالدور الفعال الكبير للبنان ولا مرة بغيب لأنه ساعتها منكون فعلاً انتهينا هلأ طالما نحنا بالدور الثقافي والفني بخير لبنان بخير لأنه الأرض بتنطرنا حضرتك حاملة هالرسالة والسياسيين مش عم تصلون الرسالة شو بتقولي لهم؟ مش مهم نحنا كمان منعملوا للسماء ولا ضميرنا مش مش لحدة يسمع يعني اللي بيسمع بيسمع اللي بيسمع اللي بيسمع اللي بيسمع اللي بشغل مع الله مش معنا نحنا من بعض الممثل العالمية أنجلينا جولي زار المغني العالم ريكي مارتن بصفة صفير النوية الحسن لليونسي في لبنان لتفاقد مخيم اللاجئين السوريين بالبقاع وعكار وأكد ريكي مارتن خلال هذه الزيارة اللي استمرت يومين على أهمية التركيز على تأمين مستقبل الأطفال المتضررين من النزاع بسوريا ونقلت منظمة الأمم المتحدة لحقوق الطفل يونسيف عن النجم العالمي أولوا أنه هناك ما يقارب مليونين واتمينمائة ألف طفل سوري خارج مقاعد الدراسة وبعضهم هو المعيل لعائلته والمطلوب من العالم بأسره حميتهم من الاستغلال وتوفير بيئة آمنة لهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم شهدت جنينة الصنايع بالحمراء يوم ترفيه تحت عنوان نهار في الصناع حيث فتحت الحديقة أبوابة أمام الزوار للمشاركة بهنهار من خلال الألعاب وكرمس ونشاطات للأطفال من رسم وأشغال يدوية وصندوق الفرجة وغيرها وعاد ريع هنهار لدعم نشاطات وبرامج جمعية أجيالنا الخيرية والهدف استعادة زكرة بيروت الجميلة أمام الجيل الجديد والترفيه عن المواطن اللبناني ساعات قليلة بتفصلنا عن بدء شهر رمضان وانطلاق المسلسلات الدرامية المنتظرة وعبر شاشة الجديد رح تتابعوا أطخم الانتجات بمشاركة ألمع الممثلين مثل مسلسل جريمة شغف بطولة قصاي خولي ندين الراسي أمل عرفة منواصف وغير من الممثلين واسم المسلسل كفيل أنه يعكس بدى التشويق بالقصة أيضا مسلسل نص يوم المنتظر بفارغ الصبر من قبل الجميع خصوصا أنه بطولة السناء الجميل تيم حسن ونادين نسي بن جيم والدراما السورية موجودة وبقوة من خلال عدة مسلسلات من مسلسل دومينو بطولة بسام كوسا سلافة معمار عبد المنعم عمايري صفاء سلطان وغيرهم ومسلسل الندم مع نجوم مثل سلوم حداد باسم يخور أيمن رضا ومحمود نصر أما المواقف الطريفة فهي بمسلسل سليمه وحريمه مع عبد المنعم عمايري وغضب الشور ومسلسل نبتدي منين الحكاية فهو من بطولة سلافة معمار كما بتابعه مسلسل مزنبون وأبرياء إخراج سيف الدين إسباعي أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي في تقرير للزميلة نور مرحبا بداية سرنزل اليوم مع فيسبوك والفيديو يلي حصل على مش بس نسبة عالية من المشاهدة ولكن أيضا من التعليقات يلي بتعبر عن غضب شديد وخيبة أمل باحتفال طلاب مدرسة دار النور بمنطقة الكورة قيم عدد من الطلاب بشراء سيسان تعذيبهم وقتلهم تعبيرا عن فرحهم بانتهاء السن الدراسية المحزن هو قدرت شباب الجيل الجديد على القتل والغريب هو سماح المدرسة بها الفعل البنتي اللي نشرت هالفيديو سكرت حسابه بعد هالحادثة اندلت شارت فيديو الدول على فيسبوك تصور بالسر للحكم بوليس أيم وهو طالع من غرفة ملابس ناد الرياضة قبل دقايق من بناية المباراة نشر هالفيديو عمواقع التواصل الاجتماعي باعتباره فاضح كون الحكم كان بالمكان الغلط وبالوقت الغلط التعليقات السلبية على هالفيديو كانت من قبل مشجعي فريق الحكمة منشوفه سوا طبعا الفيديو مثير للجدل خاصة وبعد نتائج الماتش اللي انتهى بإشكال على أرض الملعب وقرار فوز نادر رياضة بلقب البطولة وهي دي شار من ترينتز الخبر التالي من سناب شات وفاتات أمريكية بتبلغ من العمر 19 سنة ديوة الخبرها محطات عالمية بشهر أيرور الماضي تسببت كريستل بحادث سير مما أدى لدخول رجل الكومة وهي كانت متخطية السرعة الكسوة اللي مسجلتها بالسناب شات فلتر اللي بحدد سرعة السيارة للي لاكبها المستخدم ولكن الخبر المفاجئ هو أنها سلمت نفسها من بعد ما أصدر الحكم بتوقيفها بسبب المخالفات ياري تعرضت لها بوقت الحادث رفعت أيضا عائلة الرجل المصاب بدعوة قضائية على كريستل وسناب شات ليرد سناب شات ويصرح بأنه هو ضد استخدام الموقع خلال الكيادة فهو دايما قيم بالتوعية دو نوت سناب أن درايف متل ما كلنا تعودنا فيسبوك دايما فيه تخييرات وتشديدات هالمرة أعلن الموقع عن تخييرات وأولهم بفيسبوك مسنجر وزيادة الإيموجيز لكن للنساء يلي ما كانت تلاقي الإيموجي يلي بتناسب شكلها ومهنتها بالفيسبوك تشات نحل تهلأ مشكلتها غير التشكيلة بلون البشرة ومهن الرجال نعطى المرأة أيضا حقها بمثل الإمرأة الشرطية السيرفر السابحة الرياضية وغيرهم يعني فينا نقول الإيموجيز يلي كان في منهم فقط للرجال اعتبر الناس أنه هالشي هو تخيير للأمام طبعا بيشجع المساواة بين المرأة والرجل وصار فينا نقول أنه فيسبوك بطل يعتبر المرأة فقط أميرة أو عروس كان في النشرة سفير السعولي الجديد ردا على نهاد المشنوق نرسل أن تكون المملكة شماعة لمن أراد أن يلومها على شيء ربما لم يوفق في إنجازه في بلده جنبلات على الحرير البقاء في قط الاعتدال حتى لو بقيا وحيدا ما يوقع تحت وطئة الانشباقات والمزايدات التي تريد قد تريد أن تجرب مجددا إلى كلام متشنج تجاه حزب الله وعرضا تجاه الشيعة روني عريجي الجديد أنا برأي عم بحمل انتخابات البلدية بطرابلوس أكتر ما بتحمل من رسائل ومن مضامين بالصور حادث زحلة ثلاثة قتلى وخمسة مجرحة ستين يقتلوا والدتها وبالسكين وسوري يقتلوا عنصرا في حزب الله في سقاط البلاد برفض أيرة فعل على اللي صار مبارع مجد الرومي للكرسي الفارغ عم يسألوني عليك الناس كان هذا كل شيء شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء